صباح الخير عليكم أتمنى أنكم تكونوا بخير والأخير وأنتم لا ترون هذا الفيديو بويتنا نقول لكم شكراً لكم بثاف على جميع التعليقات التي كتبتها في الفيديو شكراً شكراً لكم بثاف إن شاء الله لا نطوله ولا نقوم بتغيب عليكم دائماً نضع لكم موصفات جديدة حلقة اليوم إن شاء الله سنحضر لكم هالطاجين هذا الجنج جيجو وعر ومع السل والديد بثاف مرقا خاطرة وسنحضره بالبطاطة الصغيرة شكراً للمشرمها شي حاجة اللي وعر بثاف فأنتمنى أن حلقة اليوم من الإعجاب دلكم وتجربوا هالطابق هذا فاتبعوا معي طريقات تحضير وبنسبة للمقادر غدنا نخلي لكم مكتوبين تحت الفيديو في خانة الوصف أول حاجة كاتتاخدوا شي بول شي تبصيل أي حاجة تقدروا تشرملوا فيها الجج دلكم كنديرو الخرقم كنديرو كذلك سكنجبير غدين دير كذلك سمن وغدين دير كذلك شوية ديال ثومة اللي محكوكا ودرت ضامة لبنة ديال الزعفران ما قلتوش ديرو ضامة لبنة ديال الزعفران تقدروا تستغنو عليها أو ليلة عندكم الزعفران شعرات تقدروا فيه شوية ديال المدافي وتستعملوه هنا كنا نخد جاج بالنسبة للجاج استعملت الجاجة كاملة قسمتها على ربعة كباش تبقى بين الياف الطاجين خصوصا الناس اللي بغوا طاجين مثلا للعرضة أو لاشي حاجة دائما الدجاج قسموه على ربعة فاخديت الطاجين درتي شوية ديال زيت الزيتون وحطيت الدجاج ديالي بالنسبة للدجاج واستحسن انكم تخليه في تشرمي لواحد السعاب حالكاك باش كي شرب ديك اللي قامالي درنا له سينو كنتو زربانين علي حاولو تخلي وير واحد مصطعا بينما قديتو باقي المكونات البصلة والبطاطة وذك شي كامل فغير خليوا تشرب شوية العطرية باش يجيكم طاجين ديالكم ابنين فبنين درنا زيت الزيتون سوف ندير الدجاج ديالي ستفتو كما قدت للكم وخليتو يتقل المدة ديال العشرة ديال الدقيق ضروري الطاجين يتقل لطاجين الى ما تقلاش راه ما تجيش للمرقة ديالكم بنينا تجي باسل بسف ديالناس يجيهم طاجين باسل كي سفتو لها المصطع الشاف وانكم تقليوا لطاجين ديال الحم لطاجين ديال الدجاج ضروري تقل في اللقام وحاولوا دائما تكون عندكم العطرية جديدة وما تكتروا العطرية بالسف لان اذا كترتوا العطرية بالسف لطاجين ديالكم يتقل المرقة دياله فهنا ندرتوا بسطلام شلدة فوق الدجاج بعد الشكل هذا صافي ونسد على طاجين دياله يعني نخلي طيب العافية بمهيلة حتى يطيب على خطر خطره الطاج يطلق الماء وطيف ذاك الماء دياله إذا جاء بالله انكم كنتوا زربانين لعليه مرقوب شوية ديال الماء وخليوا طاجين ديالكم يطيب العافية التي تكون متوسطة طيب غدي نحضروا البطاطا كنتمشوه للسوق كتتاخدوا البطاطا وانها البطاطا ديال خليتها شوية كبيرة ومصغيرة جميلة بثاف ولكن حاولوا تقلبوا على البطاطا اللي تكون صغيرة كتجي حسن وكتجي ألد فهد طاجين هذا خدوا البطاطا خليتوا تقربين كيلو ديال البطاطا رحيت لها قشرة بعد الشكل هذا سوف يوم من بعد قد نسلقها كما كنت لكم حاولوا تخذوا البطاطا اللي صغيرة وكتجي حسن منادي حتى في تقديم ديالها فقشرتها ودرتها تسلق غير في الماء وكي نعرفوا بأن تسلقاتك تأخذوا واحد الموس بحالة تشكلته وكتكوها بحالة كهيرة دخل الموس ساعدة يعني رأى البطاطة ديالكم رأى موجودة وراها مسلوقة دابا غدين ندوزوا باش نشرمروا البطاطة ديالنا في مقلة او لا في قاملة كنديروا شي شوية ديال الزيت الزيتون غدين ندير كدلك تومة محقوكة تقريبا واحدة الدروس ديال تومة محقوكين هدين خلطوا كل شي مزيين وغدين خليها تقلة شي شوية من عندك تقلة لي ديك تومة مع الزيتون ما تخليواها شتى تحرق غدين نضيف البطاطة باتشكل هيدا وغدين نضيف عليها كدلك شوية ديال القزبور بطيفوش لمعددوس ديله غير القزبور ولكن حاولوا القزبور يكون مقطع عرقيق بساف ما يكون شبين شي شوية ديال الملح وشي شوية ديال البزار و سنبقى خرقهم ولو لم تبقى البطاطة بيضة سوف نقل بطاطة جيدة فبالنسبة للطريقة هذه تتجي حسن من انكم تبقوا البطاطة مع الطاجين وهذا ستتمنى لكم البطاطة يجي ويقوم بسيطة وفي نفس الوقت ستجي شيئا مختلفة ويقوم بطاطة طاجين بسمي إذا أردت الطاجين يأتي لكم مراقبة قليلة حاولوا كما قلت لكم تأخذوا البطاطا التي تكون صغر من هذه ستكون مجلية بين البطاطا سأحاولت نقلب عليها حتى يتفسق لم ألقيتها حاولت نقلب كما قلت لكم وللقيت غير هذا فهم اللي جاءوني صغر في ذلك شيء كامل اللي لقيت قليت البطاطا التي مزيدة في ذلك اللي قاموا وخليتها لجنة بطاجين ديها ووجود رواطب شوفوا لي المراقبة إذا لاحظتم في الجنب أنا دائما معدجتي أعجبني الزيتون اللي يكون الحمر تقدرون أنتم تفضلوا أي نوع الزيتون اللي تفضلوا بالنسبة للمراقبة كما لاحظتم لأنني لم أدرت لها الربيع لماذا لم أدرت لها الربيع لأن الربيع يجعل دائما للمراقبة تأتي خضرة ويأتي لهم لا يزوين لذا دائما حاولوا تفادوا أنكم تفضلوا ربيع مقطعة في طواجن لكم لكي يجيشكل لهم آنق سنون تقدروا مثلا تفضلوا حزمة الربيع وتفضلوها مع الصوص وتفضلوها طيب وفي الأخير تحيدوها كغيرا لكي تطلق المعضاقة دائما فمن بعد استفضلوا البطاطاة اللي شرملت كما قلت لكم إلى القيصة البطاطاة صغيرة منها دائما يوسع سنان أنكم تطلقوها لأنها ستجي حسن ولكن هناك دراجات تبنينا بثاف فستفتها بهذا الشكل هذا سوف نأخذ زيت الزيتون كتوما والربيع اللي بقوا ليه في القاملة فش شرملت البطاطا نضيفها كامل فوق وكنتنزل حتى على الدجاج وكنتبنينا حتى الدجاج صراحة هالطاجين هدار شي حاجة ليوعرها بالساف جربوه وردوه علي الخبار في الكومنتر لأنه إذا جربتوه ما زالت تستغنوا عليه فبالنسبة لهالطريقة هذه تقدروا تديرها بالدجاج وتقدروا كذلك تديرها باللحم سنصد على طاجين ديالي غير واحد الخمسة دقيق يدفع واحد شوية وسخن ونقدموه فراتي يجي شي حاجة اللي لديدها بالساف يجي رائع المريقة كدجي وقفة كدجي خاطرة البطاطا كدجي بنينة بالساف نتمنى أنكم تجربوه طاجين هذا وينال إعجاب ديالكم فإذا عجبتكم الحلقة ديال اليوم بتنسوش تديرو جيم الفيديو خليوا لي كذلك تعليقات ديالكم والأراء ديالكم حول وصفة ديال اليوم بتنسوش كذلك تبارتجوا حلقة مع الأصدقاء أدريكم باش تعميم فائدة كانت تمنى لكم أمسية سعيدة إلى حلقة مقويلة بحول الله